بيبدأ الفيلم مع رحلة بحرية على متن سفينة عملاقة اسمها انطونيا والرحلة دي كانت سنة 1962 والسفينة موجود عليها مجموعة كبيرة من الاسرياء وكلهم كانوا مبسوطين ويغنوا ويرقصوا عادي معادة بنت صغيرة اسمها كاتي اللي بتكون قاعدة مع نفسها ومكتئبة عشان مش لقي حد يرقص معها ولكن الكبطان بتاع السفينة بيشوفها وبتصعب عليه وحب يفرحها وقال لها تعالي نرقص مع بعض وفعلا بيرقص معها ولكن بعد لحظات بتحصل مفاجأ لما واحد من طاقم السفينة بيعمل خطأ تقني وبيخلي السلك الحديدي اللي بيشد السفينة بينقطع وبيطرف الهوى وبيقسم الناس لنصين وبيموتوا كلهم في الحال مع عدد طفلة كاتي وده لانها اصغر واقصر شخص على السفينة وكاتي بتبص الفوق وبتشوف الكبطان وهو راسه بتنقطع وبتقع على الارض وبتنهار وتفضل تصرخ وبعد الحدثة بسنين طويلة بنشوف سفينة انقاذ كانت مشى في البحر عشان تنقص سفينة تانية كانت بتغرق وبعد ما انقذوها وخلصوا شغلهم وبيحتفلوا بانقذهم للسفينة وكان معهم واحد اسمه جاك وبيقول لهم انه شاف سفينة مهجورة في المحيط الهادي ولازم نروح ناك عشان ممكن ندور على اي حاجة او اي كنوز وقال لهم انه هياخد منهم نسبة 20% فقط نظر انه هيوديهم للمكان ده وانه هو اللي بلغهم بموقع السفينة المهجورة وقائد مجموعة الانقاذ اللي اسمه مورفي بيوافق وتاني يوم بياخدوا المركب بتاعتهم وبيتحركوا الموقع السفينة الغرقانة وهم ماشيين كان فيه واحد اسمه سنتوس وده المسؤول عن الرادار كان بيلمح سفينة مهجورة وبتختفي تاني وفجأة بيلقوا السفينة قدامهم مرة واحدة وبيغبطوا فيها والقائد مورفي قال لهم اه هي دي السفينة المفقودة اللي احنا بندور عليها اللي اسمها انطونيا وكانت مفقودة من سنة 1962 وبياخد مجموعة الباحثين بتوعه وبيطلع على السفينة ولكن بيسيبوا جاك وواحد اسمه برير على سفينتهم وهنا بنشوف واحد معهم اسمه موندر وبيشوف بنادول الساعة مال بيتحرك بشكل مخيف ومجرد ما قرب من بنادول الساعة وحاول يلمسه السفينة كلها بتهتز والالعاب اللي كانت فيها بتتحرك لوحدها وبيحصل اضطرابات وحاجات غريبة ومخيفة في المكان كله وبيكملوا طريقهم ومورفي بيحذرهم انهم يتحركوا بهدوء لان السفينة هشة وضعيفة ومؤهالة للغرق في اي لحظة ولكن موندر مش بيسمع كلامه وبيتحرك مع نفسه وبيقع على الدور اللي تحت ولكن صدق تمورن بتلحقه وتنقزه ولكن اسنان ما كانت بتنقزه بتشوف الطفلة كاتي وقفة على الارض وبعدين بتختفي تاني في لمحة بصر وبعد كده اتفقوا انهم يقعدوا هنا كام يوم لإكمال عمليات البحث لانهم ما ينفعش يسحبوا السفينة عشان هي هشة جدا وممكن تنهار بيهم في اي لحظة وتاني يوم مورين شافت كاتي مرة تانية وتخضت منها ووقعت على الارض وبتفقد الوعي ولما بتفوق بتكتشف انها مصابة وبتنزف ولكن الدم كان بيختفل واحده اول ما يلمس الارض وجاءك بيجي ينقزها واول ما بيخرجوا من الغرفة دي الدم غرق المكان كله وبدأوا بعد كده يتفرقوا عن بعض وكل واحد بيدور في مكان لوحده ومش بيعرفوا يتواصلوا مع بعض تاني ومفيش اي ارسال وجاءك ومورين بيدخلوا قوضة تانية وبيفتحوا باب بيخرج منه ميا كتير جدا والميا دي بيخرج منها جسس كتير جدا وحاولوا يخرجوا ولقوا ان الباب بيتقفل عليهم بالشكل المرعب ده وبيدخلوا من باب تاني وبيلقوا سنديق مليانة سبايك دهب وفي القوضة التانية بنشوف برير وهو في غرفة الموسيقى وبيشوف شبح المغنية اللي كانت بتغني في الرحلة وبعد كده الفريق كله بتجمع ومش مصدقين كمية الدهب اللي موجودة والقائد قال لهم انقلوا الدهب ده بسرعة للسفينة بتاعتنا وفي اللحظة دي برير بيرد عليهم ويقول لهم الدهب ده مصاب بلعنة وان الجسس اللي شفناها دي اكيد جسس الناس اللي جات تبحثت قابل مننا ودي اصلا جسس حديثة مش قديمة ويحن هنا حنموت زيهم لو اخدنا الدهب ده وبدأ يحكي لهم عن شبح الست اللي كانت بتغني ولكن التريق عليه ومصدقوش كلامه وبعد كده نقلوا الدهب ولكن الطفلة كاتي ظهرت وكأنها كانت بتحذرهم من شيء مخيف ولكن برضو ما كانش في حد شايفها غير مورين وبتلاحظ ان نبيب الغاز بتتفتح لوحدها وحتنفجر في المكان كله وشافت كاتي كانت بتكلم شخص في العدم وقالت له ما تأذيهمش هم ما معملوش حاجة وعملها بتصرخ وبعدها كاتي بتقع من فوق السفينة وكلهم بيشموا روحة غاز في المكان وبيقولوا لبرير اوعد شغل محرك السفينة وقال له هنحرق المكان كله وحنموت ولكن ما سمعهمش وفعلا شغل المحرك والسفينة كلها انفجرت وسانتو الزميلهم بيموت وبرير بيفضل عايش وسفنتهم اتأثرت بالانفجار وبازت يعني هم كده خلاص تحبسوا في المكان ده وهنا بنشوف صادقهم بيقولهم انا حذرتكم من لعنة الدهب وانتو ما سمعتوش كلامي وبيسيبهم ويدخل غرفة الموسيقى وبيشرب كحول وبدأ يشوف شبح المغنية وبتخليه مش وراها ويشوف كل حاجة وبترجعه للزمن وبدأ يشوف الناس اللي ماتوا قبل كده والحفلة بتبدأ وبدأ يندمج مع الناس والبنت المغنية بتقرب منه وبتوقع على اسياخ الحديد وبيموت وبعدها بنشوف مورن بتلاقي كشف باسماء الناس اللي كانوا على السفينة وبتلاقي فيهم اسم الطفلة كاتي وراها تدور على البنت دي وبتفتح الباب ده تلاقي جثة الطفلة مشنوقة ومتعلقة بحبل وكانت عبارة عن هيكل عظمي ولبسة سلسلة وبتفتح السلسلة بتشوف فيها صورة رجل وسط وفجأة بتظهر كاتي وبتقول لها الجثة دي بتاعتي أنا والسلسلة دي كمان بتاعتي ودي صورة ماما وبابا وانا كنت مسافرة الواحدة عشان اروح ازورهم واسناء ما كانت بتحكي السقف بدأ يشقق وبيخرج منه دم وكاتي بتصرخ وبتختفي تاني ومورفي بيشوف شبح سانتوس صاحبه اللي مات من شوية وبتدخل عليه مورين وبيشوفها كأنها سانتوس هي كمان وبيهجم عليها ويدربها ولكن بتدربه في رجله عشان تتخلص منه وبيدخل بعد كده جاك عليهم ويهديهم وجاك كان مفكر ان مورفي سكران وكان بيحاول يعتدي عليها واخدوا بعد كده وحبسوا في خزان ومورين قالت لهم لازم نصلح السفينة فورا عشان نمشي من هنا ومورين بتروح تدور على برير وفي الطريق بتشوف الطفلة كاتي وبتاخدها لحد ما كان جسد برير وبتعرفها انه مات وبتحط ايديها على كتفها والمكان كله بيتبدل وبتوريها اللي حصل للسفينة قبل كده وبتوريها ان كان في مجموعة من ركاب السفينة كانوا السبب ورا اللي حصل ده بكياضة المغنية اللي اسمها كاسرين واللي كانت طمعانة في الدهب لوحدها وبعد ما السلك الحديد قطع اجسام الناس اخدوا الناس العايشين وموتوهم بالسم واخدوا الطفلة كاتي وشنقوها في الغرفة لوحدها ولكن بعد كده بيجي واحد من رجالتها الخينين وبيموتها هي كمان ولما مورين بتشوف الشخص اللي موت المغنية بتكتشف انه هو جاك وهو المسؤول عن كل ده وبتكتشف ان جاك اللي معهم ده اصلا شبح مش انسان ومورين بتجري عشان تخرج مورفي من الخزان وتلحقه ولكن بتوصل بتلاقيه غرقان وميت وبعدها بتروح تدور على موندر وبتلاقيه بيصلح محرك السفينة عشان يمشوا منها ولكن المطور بيشتغل فجأة ويسحبه جواه وبيفرم جسمه كله وبيموت ومورين بتحط متفجرات في السفينة عشان تنتقم من جاك وتحرر الارواح اللي محبوسها في السفينة زي الطفلة ما طالبت منها وكان معهم واحد اسمه دودج وبيمنعها انها تعمل كده ولكن بتكتشف انه هو جاك اصلا ومتحول في شكل دودج زميلها وجاك بيدربها وبتقع في المية وبتخرج تضرب جهاز التفجير على اخر لحظة والسفينة كلها بتمفجر ومورين كانت هتغرق ولكن روح الطفلة كاتي بتظهر وبتشولها على مكان الخروج وفي اللحظة دي بنشوف كل الارواح تحررت وخرجت من السفينة وطلعت في السماء وبعد كده السفينة كلها بتغرق ومورين بتحول تعلق نفسها على لوح خشبي لحد ما بتيجي سفينة تانية بتنقذها وتروح المستشفى وكانت شايفة رجال الانقاص بيحولوا سندق الدهب عشان دي الدهب بالمنظر المرعب ده وبياخد الدهب بسفينة تانية وبيه ربيه ولما حاولوا تصرخ عشان تحذر الناس منه والباب بيتقفل عليها ومحدش بيسمعها غير جاك وبيكمل طريقه على كده وكده يبقى خلص الفيلم وسلام